بسم الله الرحمن الرحيم نكملين مع سلسلة الديناميك اكشن ونكمل بقيت ال اكشن اننا خلصنا الايفنت دلوقتي هنأخذ ال اكشن ونعدي عليهم كلهم حتى ناخدنا قبل كده هنأخذت الصفحة دي انا عملت الزرار هنا وسميته clear وهنأخذ ديناميك اكشن في ضغط الزرار انا هنأخذ نأخذ الحب الاونيين دولا هنأخذ clear طبعا انت عندك clear ليه ممكن تعمل clear عندما دعا السلسلة دي هنأعدي عليهم كلهم تمام مبدعيا هنأخذ في clear الحاجات دي كلها السلسلة دي هتقابلنا في كذا حاجة فهنأخذهم مع كل واحد شوائع انا هنأخذ clear للايتم وليكن الدبارتمنت لما هنضغط على الزرار هيفضي الايتم اللي هو الدبارتمنت تعال اول نحبط له قيمة في قيمة طبعا انا هنأخذ clear فضاء تمام اول اكشن معنا هنا ووظيفته ان هو بيفضي الدياتا من الايتم ايه ثاني يعانى خدناها collapse tree و expand tree خدناها مع الايفنت التعال هنأخذ disable هنأكد عليه هنعمل دي سيبل للايتم اللي اسمه دبت لما هنضغط عليه هنعمل دي سيبل للايتم اللي اسمه دبت تعال هننغي الفاير لان شرعزيش عشان نفهمها تمام؟ بايتم نشغل مع ايه ما اعمل clear هيعمله دي سيبل هنا طبعا نسمى زرار clear بس الاكشن بتاعنا ايه؟ دي سيبل تمام؟ ثاني نعمل جنبه زرار تاني نسميه enable نخلي ده تمام؟ هنجح على ايهنت بتاع الزرار نقل الزرار بتاعه نعمل create dynamic action ونقول له والله معلش احنا هنعمل enable الائتم اللي اسمه دبت تمام؟ نحن نقوم بان خلي نسقه نقل الزرار نحن نقل الزرار تمام؟ تعمل اثنان 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 تمام؟ نحن تکل ذهب دعاء ذلك ، فعندفع أساسة ، ودعاء ذلك نقوم بعمل زرار الآخر سنقوم بعمل ثم نقوم بعمل زرار الزرار الزرار نحن نضع في الزرار الأجزاء هكذا هنشوفهم الاول نشوف و هايد دلوقتي هنيجي على زرار هايد و نعمل ديناميك اكشن في الكلية بتاع الزرار نخليه يهايد الايتم بتاعنا اللي اسمه او يهايد البوتن كمان اللي اسمه ديسيبن تمام طبعا مفعل نشوف نشوفه أنه لا حيث يتم ديسيبن اضافة عارض خاصة زرار لديه اسمه ديسيبن اختفى ثاني نشوف اضافة زرار ذاة المدينة نشوف اضافة زرار زرار ديسيبن اختفى ثاني نشوف ديناميك اكشن في الكريكة نقوم بعمل شوف دريناميك اكشن في الكريكة الاسمه Discible يبقى Hide هيخفيه شو هيظهره Hide هيخفيه شو يظهره تمام يبقى احنا كنتنا خدنا كم اكشن معنا خدنا Clear Close Region و Open Region خدناهم في الدرس اللي فات Collapse Tree و Expand Tree موجودين في الايفنت بتاع التري Discible و Enable تمام؟ Height و Shure تمام؟ و Refresh خدناها قبل كده بس ممكن بردو ناخدها دلوقتي تمام؟ تعالوا نعمل زرار تاني نعمل Refresh ونخلي عندما تقطع الزرار ده ال Action بتاعك سيبقى في ضغط الزرار في ضغط الزرار هتعمل Refresh لل Region Refresh لل Region اللي اسمه AmpluE Repert تمام؟ لها هذا ال RIPORT نعمل 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 الزرار أنت نعمل وستعملوا الرفرش لكي لا تشعر بي فنلغي الـ Event الذي كان يعمل الرفرش عندما تضغط على الزرار تغيير الـ Item كان يعمل الرفرش ممكن تعمله الـ Lead وممكن نستخدم الـ Server Condition لو أنت تحتاجه، يعمله الـ Never Pass يعني أنه هوقفه سوف نأخذ الـ Server Condition معناه أن الـ Event موجود ولكنه ليس تطبق لحد ما تفتحه فدلوقتي أي تغيير في الإدارات لا يعمل الرفرش للـ Region سوف يتغير الـ Refresh ثاني سوف أغير الإدارة ثاني سوف أغير الإدارة ثاني سوف أغير الـ Refresh سوف أغير الـ Report اعتماد على الإدارة ببدل الـ Action اللي اسمه Refresh طيب ايه ثاني معنا في الـ Action بتاعنا لدينا Set Focus و Set Value إذا سوف أغير الإدارة فقط يعمل الـ Set Value و سيعملها في الـ Set Value فضل نعمل الـ Create Button نسميه Set Focus أنا أعرف مفيدة أننا قلناها قبل ذلك ولكن كنا قلناها و نحن مركزين على المنطقة نفسها نحن نفهمها ثاني سوف أغيرها سوف أغيرها هذا هو زرار في الزرار أو في الزرار سأقوم بعمل ستفوكس يعني اذهب بالفوكس الاتم الاسمه سنشيل لكي لا يذهب تمام ستفوكس ستفوكس ثاني ستفوكس وحلنا الاتم تمام فهمنا في الدرس كم اكشم معنا فهمنا كلير فهمنا دي سيبل وغنيابل وفهمنا ريفرش واخدنا الاتم الاتم ستفوكس ستفوكس بإنشاء الله إن شاء الله نكمل في الدروس القادمة إن شاء الله لرب يكون الدرس هذا واضح ومفيد بالنسبة لكم